يا هلا فيكم أصدقائي أصدقائي قناة جودة وينز السلام عليكم ورحمة الله طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوعنا اليوم عن سي بي سي جوجل أتسينز يا أصدقائي في البداية حابب أفهمك بس شوية نقاط أساسية وخلينا أقول لك يعني شبه محفزة أو حتى كمان محفزة مية في المية زين؟ لو أنا أجيت على المدونة هادي طبعا على افتراض تمام؟ المدونة هادي مكتوب فيها 350 مقال جاهز عليها إعلانات جوجل أتسينز وبدك تربح من المدونة هادي تماما صاحبي؟ ماشي يا عم سي سو هاتربحنا يلا أنا آسف فأنت اللي تربح من المدونة هادي أو حتى كمان قبل ما تربح من المدونة هادي أول شغلة بلاكتفها من شو المحتوى اللي أنت كاتبه عن مين بالزبط طبعا جماعة المحتوى له علاقة في السي بي سي تبع جوجل أتسينز له علاقة في ظهور الإعلانات له علاقة صديق العزيز حتى في سعر النقرة زائد كمال لترافيك هدولة التنين خلينا أقول لك أدوار أساسية في أي مدونة تمام حابب تربح أنت منها طيب تمام خلينا أضغط على كلمة سي بي سي طبعا هادي الصفحة موجودة فوق تمام أنا حطط لك هنا الأسعار تبعت النقرة تبعت جوجل أتسينز لأفضل محتويات تمام خلينا أقول لك محتوى مؤرشف بدش يساوت في الكلمة فيا صديق العزيز لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة تمام عندي هنا كلمة لكسونبرغ تمام هادي دولة صغيرة جنب ألمانيا خلينا أقول لك جديش تكلفة النقرة فيها خمسة وستين سنت تمام أما النسبة المأوية خلينا أقول لك خمسة وخمسين من الواحد في المية ماشي يعا الولايات المتحدة واحد وستين سنت النقرة تبعتها أستراليا سبعة وخمسين سنت المملكة المتحدة تمانية واربعين سنت فانلندا خمسة واربعين سنت وكندا خمسة واربعين سنت النمسا خمسة واربعين سنت ونيوزيلاندا تلاتة تلاتين سنت والسويد واحد وثلاتين سنت طبعا أنت ممكن تيجو تسأل أنت ل Rendezح حاطط أمين أهل هالصورة هادي في وجه هنا صديقي اللي حابب اوصللك ايا انه هادي اهم دول في جوجل ادسنز او معاييرها جوجل ادسنز اللي يزبط فيها سي بي سي او يهتفع بشكل ممتاز تمام كأولى الدول بمعنى انا هلوقت عندي مدونة ويب سايد تمام واجيت بنات المدونة هادي مثلا عن تصميم المواقع او عن التكنولوجيا زيان واجيت ضخات كمية ترافيك خلينا اقولك نوعا ما مناسبة طبعا كمية ترافيك لضخاتها خلينا اقولك من 300 ل 1000 زيارة في اليوم زين واطلعت حقاقة الترافيك او وزيرات من الدول هادي اللي انت شايفها تمام لو ركزت على لوكسنبورج المملكة المتحدة نيوزيلاندا انا قاعد بتكلم في اليوم الواحد من 3 نقارات عن دولار دولار ونص بالميتة هذا يعني ما في سي بي سي من اساسه لساته الموقع الجديد اول مرة يدخلوا ترافيك فتخيل انت لما بلك توسح في السيستم هاد طيب تمام غيري كمان في نقطة تانية يا جماعة طبعا انا هتو فهمتك وقلتلك انه المحتوى عامل اساسي تمام في اي موقع ويب حتى لو مدونة بلوك سبوت انا متأكد وواسق وشغال عليها والله 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 بتقدر ترفعها سي بي سي و سي بي سي مميز كمان وهي بلوك سبوت يعني لا انت دافع حق دومين ولا انت دافع حق اي حاجة لا استضافة ولا غيره وكل ديتها شوائية مقالات حصرية بتزدها جوا المدونة وانتهى الموضوع طيب تمام هانا لو انت ركزت تمام في عندي ثلاث اقسام هانا يا جماعة تمام القسم الاول خلينا اقول لك الدول المتقدمة والقسم التاني خلينا اقول لك الدول المعتدلة او المتوسطة والقسم التالت اللي هو الدول النامية او المتخلفة تمام لو انت ركزت في اول واحدة دول المتقدمة اربعة وسبعين الف دولار بحق جومان جوجل ادسنز خلال شهر الواحد بمعنى لو انت اجيت فراجة بينهم وبين الدول المتأخرة ستة وعشرين الف دولار في السنة في السنة مش في اليوم يعني لو اجيت انا يا جماعة على الى حاسبة تمام توهمش في المبلغ زيان ستة وعشرين الف وتسعمية وسبعة وخمسين دولار تقسيم اتناشر الشهر انا قد بحقق ماشي يا عم سيسو اه ستة وعشرين الف وتسعمية عن الفين ومتين دولار طيب تمام هذا على محتوى معين ضربة لك مش على محتوى بمزاقك وعلى كمية الترفيق كمان معينة انا قاعد هان بتكلم عن مليون زيارة خلال الشهر الواحد يعني خلال السنة اتناشر مليون زيارة لاتحقق قديش ستة وعشرين الف دولار وصلت يا جماعة تركزوا في الكلام القصة مش مزح والقصة كمان حقيقية وقسما بالله واقع طيب تمام هالوقت على افتراض انه انا عندي مثلا اربعين الف زيارة في الشهر تمام وانا ياسيسو من دول العالم المتخلف تمام تزعاليش في الاسم هيك مش معيب في النهاية اجيت وعملت مدونة عن الفود اند ترينك الاطعمة والاشربة قديش دخلي المفروض يكون انا بقول لك دخلك السنوي كامل مكمل زي ما انت شافه صاحبي الف وخمسمية وستة وتسعين دولار وقف دخلي السنوي تعالوا اهدى الف وخمسمية وستة وتسعين تقسيم اتناعشر شهر قدي بدي يطلع عندي في الشهر مية وثلاثة وثلاثين دولار شرطك انه انت يا صديق العزيز اتحصد مشاهدات كل شهر خمسة واربعين الف مشاهدة خمسة وقديش واربعين الف مشاهدة طيب تمام انا من دول العالم المتخلف وجيت وعملت اللي هو مدونة عن البزنس والاندسترية والصناعة تمام وصرت احقق دخل قديش 3500 دولار من 40 الف او 50 الف زيارة معناته شهرية قديش بدأ تكون او متوقعها 290 دولار 290 دولار لكن تخيل انه انت صرت تتحقق واحد مليون زيارة ساعتا انت بتتكلم عن مبالغ بجد جد مش طبيعية انت قاعد تتكلم عن 80 الف دولار في السنة 80 الف دولار على خمسة سنين انت جبت فيلا يا بابا طيب ماشي عم سيسو ماشي خلينا خلينا نحاول نقتنع خلينا نحاول نقتنع تمام بشوي شوي بس ابسوس دول العالم الاول مين هما ودول العالم التاني مين هما ودول العالم التالت من هما طبعا لو انت لاحظت أنا business and industry لمحدد المجال التبع المدونة في دول العالم التالت قلت سنويا من مليون زيارة قديش 80 الف دولار لو اجتنا دول العالم الاول زي ما انت شايف في التوقعات سنويا 223 ألف دولار طبعا يا جماعة دربالكو معايير السيستم أو الاحسابات هذه تمام على قيمة النقارات اللي انت شايفها تمام قيمة النقارات اللي انا حطط لك اياها وقاست ان احطها في الصورة فوق طيب تمام دول العالم الاول زي ما انت شايفينها جماعة طبعا من ضمنهم استراليا استرا تمام بلجيكا كندا دينمارك فنلند فرنسا ألمانيا إيرلند إيطاليا لوكسنبورغ من دول العالم الاول نيوزيلاند نفسها كمان من دول العالم الاول زين فعندك انت كل الدول الموجودة تابع العالم الاول طبعا من ضمنها كمان بريطانيا والولايات المتحدة ماشي عم طب دول العالم التاني في سي بي سي جوجل ادسينز هدول الدولة جماعة زي ما انتوا شايفين ميكسيكو في عندك تشايل تشاينا كولومبيا كوستا تمام فهدولة دول العالم التاني نقرتهم دائما بتكون أضعف نوعا ما طبعا أنا النقرة الماديكية هان أو الأسعار الأساسية الماديكية في الصورة هادي لدول العالم الاولة صديق العزيز طيب تمام دول العالم المتخلف أو التالت مين هما بالصلاة على النبي البانيا الجزائر انجوليا الدول اللي انت بتسمحها اللي حواليك يا صاحبي ما تزعلش مش اسيسو مش اسيسو اشوف فيك يوم يا بسوس على فكرة فلسطين مش موجودة نهائي انا بحتاج على بشوفه هان عراق موجودة الليها والله اسمها يا جماعة طلع لبنان ياه يا لبنان مع انه الليغة اللبنانية وصلت مقابل الدولار عشر تلاف على العموم مناش دعوة في السياسة فيا اصدقائي يا حبيبي من هنا انت بتخطط او بتحدد اي مجال تمام بدك تتكلم عن القانون او عن الشغل الوظائف والشغلات ازاي هذه مثلا حبيت انك تعمل مدونة في دول العالم الاول يعني دولة اوروبية تخيل انت بدك تتكلم سنويا عن مية وسبعة وستين الف دولار صدقني ما اجيت وعملتلك هذا السيستم الا وانا مجرب ارباح جوجل ادسنز ومقارنها في المعدل اللي انت شايفه زين مية وستة وسبعين الف دولار تقسيم اتناشر شهر انا قاعد بتكلم في الشهر الواحد عن تلات عشر الف دولار في الفيديوهات اللي بتشوفها في يوتيوب تمام اللي بتتعلق في سي بي سي جوجل ادسنز خلينا اقول لك اغلبها حقيقية يا صديقي زين لكن الطريقة اللي بيستخدمها الشخص اللي بشرح الفيديو مش هيقول لك عنها في يوتيوب بطحك عليك لو قلت لك قل لك زين طبعا انا هذا الكلام بتكلم عن مية وسبعة وستين الف دولار في مقابل عشرة مليون او اسف مليون زيارة شهريا تخيل لو قلبت عشرة مليون زيارة تقعب تتكلم عن ارقام مش طبيعية نهائي انا قعب اقول لك مليون وستمائة وخمسة وستين الف دولار ارقام مأهولة مأهولة جدا فاللي بتوصل لك هي اعظم شركة في العالم جماعة تمام شركة جوجل ادسنز زائد شركة ميديا زين هدول شركتين لا غنى عنهم طبعا شركة ميديا من الصعب جدا انك تنضم لها الا اذا كنت في مستوى موقع الجزيرة مثلا موضوع المواقع الضخمة تمام او شبه المعروفة او اللي بتحصد على ترافيك مميز خلينا اقول لك يوميا خمسين الف زيارة طيب تمام طبعا اصدقائي اتمنى يكون السيستم تبع السي بي سي تمام او الشرط تبعته وضحة بنسبة مية في المية واتمنى ان انت ما تكون اش يعني تعزبت في العلقة هادي او اساقة سمح الله في حد لا او لحد بكلمة معينة انا بس غاية الاساسية ان توضح لك الصورة سي بي سي جوجل ادسنز قدام عينك بس حاول تشيل الغشاء او الغطاء الموجود حوالين العين على اساس تقدر تشوفه بشكل عملي طيب تمام طبعا اصدقائي بخصوص الرابط هذا حيكون موجود في الوصف صفحة سي بي سي زين حاول تقتنع فيها طبعا انها نضيف لك كل المجالات اللي انت محتاجها جيمز العاب كمان نفس السيستم العاب بقولك عمي في دول العالم الاول تسعة وخمسين الف دولار تخيل في العالم الثاني في السنة واحد وعشرين الف دولار ولا حاجة يا دوب يا دوب عايشه شخص حياة متوسطة حتى كمان قليلة يا ريت متوسطة لانه قد بدو يطلع له في الشهر الف ومية دولار الف ومتين طب تعالي نحسبها بدو يدخل حمامة صاحبي بدو انترنت بدو يتحمم بدو ياكل بدو يشرب بدو اواعي بدو طلعات بدو طشيات بدو اشيات دو صاحبيتو شوية بدو اشعبيلها كرة جوال فالقصة والليلة بتطلع خربانة معه يا صاحبي طبعا اصدقائي الله عطيكو الف الف عافية السلام عليكم